على الرغم من تمكن الحكومة الجديدة من تأمين رواتب الموظفين لشهر ايار المنصرم الا ان الحديث عن احتمال عدم قدرتها على دفع الرواتب خلال الشهرين المقبلين بسبب انحسار واردات النفط يشغل الرأي العام ومع دخول قرار خفض انتاج النفط الذي اتخذته منظمة اوبك حيز التنفيذ تصاعد الحديث عن عزم الحكومة اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين او تأخير الدفع كاجراء اني الى حين تجاوز الازمة الاقتصادية وهو ما اشار اليه المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح حين تحدث عن اللجوء الى الاقتراض من ثلاثة مصارف لتأمين رواتب ايار مصدر مسئول قال ان حكومة مصطفى الكاظمي ستجري مفاوضات مع دول مختلفة تتعلق بتأجيل سداد الديون السابقة هذا العام والحصول على قروض جديدة واضف ان نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين في حال لم يحصل العراق على قرض كاف قد تصل في الاشهر المقبلة الى 50% من جهته اكد النائب جمال كوجر ان اصحاب الرواتب في العراق تتجاوز اعدادهم الستة ملايين موظف ومع عائلاتهم يصل العدد الى عشرين مليون نسمة مبينا ان الخيارات امام حكومة الكاظمي في تجاوز الازمة محدودة جدا بوجود مافيات الاحزاب والميليشيات والاجندات الداخلية والخارجية ومع حالة الاغلاق الكبرى للمجالات الحياتية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا يتوقع الخبراء ركودا اقتصاديا كبيرا في العالم هو الاسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي والعراق من بين الدول التي تعاني من تداعيات الازمتين الصحية والاقتصادية بسبب الوباء اضافة الى الازمة المالية الناتجة عن تهاوي اسعار النفط فضلا عما خلفته سنوات الفساد والحروب وصراع المصالح بين امريكا وايران ما ترك مؤسسات شبه منهارة وسلطة فاشلة قد تدخل العراق في اتون مديونية ضخمة ناجمة على الاقتراض من الخارج بسبب فشلها في ادارة البلاد